في محافظة الكرك لقيا شاباني حتفهما إثر انهيار منزل قديم في قرية أدر حيث باشرت فرق الدفاع المدني فجر اليوم بانتشال الجثة الأولى وإخلائها إلى مستشفى الكرك الحكومي وقال مدير شرطة محافظة الكرك العقيد خليل العبدالله لرؤية قال إن كوادر الدفاع المدني بمساندة من فرق الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا الحادث على الفور بعد انهيار سقف المنزل والأنقاض في بئر قديمة داخل المنزل فيما استمرت أعمال الحفر لنحو أربع ساعات إلى حين الحثور على جثة الشاب الآخر